لم ينتظر سكان البصرة كغيره من العراقيين ما تخفيه الحكومة الجديدة من تصريحات عن أوضاعها المتردية إن وجدت هذه التصريحات فدفعهم يقينهم بعدم قابلية العملية السياسية برمتها للإصلاح إلى استقبال حكومة عبد المهدي على صوت الهتافات الغاضبة ضد نكبة مدينتهم بركان الثائرين الوسم الذي أطلقه ناشط البصرة على تظاهرات جديدة أشد زخما من سابقاتها وأكثر سخونة مؤكدين على اتخاذها طابعة سلمية رغم القمع المتوقع من قبل القوات الحكومية والميليشيات كما حصل في التظاهرات السابقة وسم آخر بعنوان راجعي لكم أطلقه الناشطون داعين إلى إعادة صور الغضب في التظاهرات التي انطلقت مطلع شهر تموز الماضي والتي طالبت بتوفير المياه الصالحة للشرب فضلا عن الخدمات وفرص العمل كما أن دعوات التظاهر رافقتها دعوات إلى اعتصامات مفتوحة في الأماكن المهمة في مدينة البصرة وأقضيتها مكتب مفوضية حقوق الإنسان أكد دعوات التظاهر التي أطلقها الناشطون على مواقع التواصل وعزت أسبابها إلى عدم تنفيذ الحكومة لأي وعد قطعته للمتظاهرين لتهديئة الاحتجاجات السابقة محافظة البصرة المنكوبة تتدهور بشكل مستمر إذ أصاب العطب جميع نواحي الحياة في المدينة فلم يقتصر على انتشار البطالة وقلة فرص عمل الشباب إذ صار التلوث هو الشبح الحقيقي الذي يخيم على يوميات المدينة وأمام هذا الواقع حتم على المتظاهرين ترك المطالبة بفرص العمل والانتقال إلى المطالبة بتوفير فرصة للحياة ترجمة نانسي قنقر